موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت ثري لسن عيت اليونت الثالث الدرس الثامن نعدينا الرياضي موجود بصفحة 52 من كتاب الطالب صفحة 50 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 52 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة نعدينا الرياضي استمع انظر وقرأ منطيني قصة على شكل نصوص ويطلب من عندي اني لسن استمع للقصة انظر واتبع مع المقطع الصوتي هذه القصة قراءة هذه القصة وبعدها احاول ان اقرأ القصة بعد ما استمعتها من المقطع الصوتي اننا راح نستمع المقطع الصوتي انتبعوا اياه ونحاول بعدها نقرأ القصة مثل ما قراها بالمقطع الصوتي وبعدها نعرف شن المطلوب حفظه من هذا الناس خلن نسمع المقطع الصوتي اشتركوا في القصة اشتركوا في القصة اشتركوا في القصة اشتركوا في القصة and sit under the big trees 5. we always go there on Saturday in the school holidays we can go three times a week 6. I am going to play tennis and do karate 7. my brother is going to go cycling and learn to swim 8. my sister is going to do gymnastics and play tennis 9. we can take our bikes to the club and go cycling on the racetrack 10. there is a shop at the club where you can buy lots of sports equipment I bought a hat with champion on it 10. and Zeena bought a tennis racket 10. my mom and dad took me my brother and sister to a new sports and healthy club 10. take 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 أخذني أخي وأخي وأختي لنادي الرياضة والصحة في أطلة نهاية الأسبوع نحن نشعر بالإثارة جدا هناك مسبح كبير ومتنزه صغير ثالثا هناك ساحة للعب نلاحظ هناك ألعاب اللي يلعبون بها الأطفال وكذلك نفق في الصيف أمي تقول يمكننا أن نحظى بنزهة في المتنزه ونجلس تحت الشجر الكبير نحن دائما نذهب إلى هناك في يوم السبت في عطل المدارس في عطل المدارس يمكننا أن نذهب ثلاث مرات في الأسبوع أنا سوف ألعب التنس وأعمل الكاراتي أخي سوف يذهب إلى قيادة الدراجات الهوائية ويتعلم السباحة أخي سوف تفعل الرياضات البدنية وكذلك تلعب التنس وكذلك تلعب التنس نحن نحن نأخذ دراجات الهوائية إلى النادي ونذهب إلى قيادة الدراجات الهوائية في مسار السباح نمبر تن عاشرا هناك محل في النادي حيث يمكنك أن تشتري باي تشتري لتنس كثير من المعدات الرياضية النادي بمحل يبيع المعدات الرياضية مكتوب عليها مكتوب عليها زينة بويت تنس راكت وزينة اشترت مضرب التنس مثل ما موجود بالصورة هو اشترى قبعة وزينة اشترت مضرب للتنس من محل المعدات الرياضية هذا ما يخص هذا النشاط مجرد نشاط لتطوير مهارة القراءة لدى الطلاب التلميذ يستمع المقطع الصوتي يحاول يلتبع على تلفظ كلمات وبعدها يحاول يقرأ ويتأكد إذا كانت قراءة صحيحة أو عندها أخطاء بالقراءة مجرد نشاط لتطوير مهارة القراءة أو الاستماع لدى التلاميذ غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين أي color the sports red لون الرياضات باللون الأحمر and the other activities blue والنشاطات الأخرى باللون الأزرق منطيني مجموعة من الرياضات والنشاطات أشوف الكلمة إذا كانت تدلي على رياضة ألونها باللون الأحمر وإذا كانت تدلي على نشاط آخر غير الرياضات فألونها باللون الأزرق فمثلاً كلمة basketball basketball هي كرة السلة هل هي sports رياضة أم other activity أم نشاط آخر غير الرياضة أكيد الباسكتبول هي من الرياضات لذلك ألونها باللون الأحمر العبارة الأخرى help at home يساعد في المنزل هل هي sports رياضة أم other activity أم نشاط آخر نعرف أن المساعدة في البيت ليست من الرياضات لذلك ألونها باللون الأزرق go to the museum الذهاب إلى المتحف هل هي رياضة أم نشاط آخر أكيد ليس من الرياضات هو نشاط آخر لذلك ألونها باللون الأزرق running رياضة الركض هي من الرياضات إذا من الرياضات ألونها باللون الأحمر go to the park الذهاب إلى المتنزل هل هي من الرياضات أم من النشاطات الأخرى أكيد من النشاطات الأخرى فألونها باللون الأزرق rowing rowing التجذيف عرفنا أن التجذيف هي من الرياضات بما أنها رياضة فألونها باللون الأحمر shopping التسوق هل هي من الرياضات أم من النشاطات الأخرى أكيد من النشاطات الأخرى ألونها باللون الأزرق تنس رياضة التنس من الرياضات ألونها باللون الأحمر والكاراتي هي من الرياضات رياضة الكاراتية فألونها باللون الأحمر والواتش تيفي مشاهدة التلفاز هي من النشاطات الأخرى فألونها باللون الأزرق هذا ما يخص تمرين أي مجرد تمرين يميز من خلال التلميذ بين الرياضات والنشاطات الأخرى الرياضات أخذناها بدروس سابقة وكذلك عرفنا النشاطات الأخرى التي تختلف عن الرياضة لذلك ما يعزب بين الرياضات والنشاطات ننتقل إلى تمرين ب هل يمكنك إكمال العبارات التالية استخدم الأفعال أما do أو go أو play هل هنا نقول لك remember تذكر يريد يذكرني باستخدامات الأفعال do و go و play إذا تذكرون أن شرحنا بدروس السابقة أن الفعل do يأتي مع الرياضات الفردية التي لا يكون فيها فريق مثلا بوكسينج جيمناستيكس هومورك أما الفعل go يأتي مع الرياضات التي تنتهي في ING سايكلينغ رنينغ سويمينغ والفعل play يأتي مع الرياضات ذات الفريق مثلا فتبول باسكتبول إلى آخر فهنا أنا يقول لك أكمل العبارات بالأفعال المناسبة البوكسينج والجيمناستيكس والهومورك شنستخدموا هي فعل do لو go لو play بما أن ذن الرياضات فردية فأستخدموا هي الفعل do والباسكتبول والفيتسبول والتنس ذن الرياضات نستخدموا هي الفعل play أما الرياضات التي تنتهي بING نستخدموا هي الفعل go هذا مجرد نشاط يذكرني باستخدامات play والgo والdo ذكرنا بدروس سابقة أنه ذن لازم أعرفهم وأحفظ كل الفعل والرياضات والنشاطات المناسبة لها لأن مهم جدا بالامتحان التحريري يجب ليها على شكل وصل بالأفعال بالرياضات المناسبة أو يجب ليها بسؤال القواعد على شكل اختيارات أما تمرين C أكمل الجمل التالية باستخدام أما do أو does خلنا نجي نقرأ الجمل ونشوف شن اللي نناسبها نحن نستخدم do لو does في الأسئلة التي يكون فيها الفاعل you وthey شرحنا بالدروس السابقة أنه إذا كان الفاعل you أو they فعند السؤال نستخدم الفعل المساعد do فأخلي do في هذه الجملة use فراغ in questions using he or she نستخدم do لو does في الأسئلة التي يكون فيها الفاعل he أو she كذلك شرحنا بالدروس السابقة أنه نستخدم الفعل المساعد does عندما يكون الفاعل he أو she فأقول does هذا ما يخص تمرين C مجرد يذكرني بمواضيع تم شرحها بدروس سابقة ننتقل إلى تمرين D Can you answer these questions هل يمكنك الإجابة على هذه الأسئلة About what you do عما تفعلها هنانا تعتمد على رأي التلميذ يسأل التلميذ مجموعة أسئلة والتلميذ حسب رأيه يجاب على هذه الأسئلة من خلال شنو من خلال الملاحظات اللي أخذناها بدروس سابقة مثلا number one أولا which sports do you like أي الرياضات التي تحبها إذا سألني عن رياضة أحبها فأعبر عن حبي لرياضة معينة باستخدام قاعدة I like زاعدا اسم الرياضة فمثلا أقول I like basketball أنا أحب كرة السلة عبرت عن حبي لرياضة كرة السلة لأنه سألني قل لي أي الرياضة تحب قلت له I like basketball أنا أحب كرة السلة number two ثانيا how often do you help at home كم مرة أو كم بالعادة تساعد في البيت هنانا التلميذ مخير يجاوب باستخدام ظروف التكرار أو باستخدام عدد المرات بما أن يسألني بhow often كذلك هنانا مثل ما وضحنا بدروس سابقة أن الإجابة عن how often يكون أما باستخدام ظروف التكرار يكون موقعها بعض الفاعل أو باستخدام عدد المرات اللي يكون في نهاية الجملة ويجي بعدها a week أو a day أو a month فهنانا إذا أرد إجابة على هذا السؤال كم مرة تساعد في البيت مثلا أقول له أنا أساعد في البيت مرتان في الأسبوع I help at home twice a week نعرف أنه ذا سألني إلي يكون الفاعل I أكمل الجملة I help at home أنا أساعد في البيت وعدد المرات يكون في نهاية الجملة twice مرتان ويجي بعدها أما a day أو a week أو a month فمثلا نقول له I help at home twice a week وساعد في البيت مرتان في الأسبوع نمبر ثري ثالثا What do you do on Saturday ماذا تفعل في يوم السبت هناك كذلك التلميذ مخير يخلي ظرف تكرار مناسب ويقول له مثلا عادثا في يوم السبت ألعب كرة القدم أو أشاهد التلفاز إلى آخره فمثلا نقول له I always go shopping on Saturday أنا دائما أذهب للتسوق يوم السبت نلاحظ أن ظرف التكرار جاء بعد الفاعل مثل ما وضحنا بموقع ظروف التكرار أما النقطة الرابعة How often do you see your friends كم مرة أو كم بالعادة ترى أصدقائك كذلك هنا تلميذ مخير بمعن السؤال How often أجاوب عنا أما بظروف تكرار أو بعدد المرات فمثلا نقول له I see my friends once a day أرى أصدقائي مرة في اليوم صالح تعد جواب كامل هذا ما أخذ تمرين دي مجرد نشاط صفي يجاوب التلميذ من خلاله يعبر عن رأيه عند الأسئلة الموجهة إلى غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي أما تمرين E What are the new words you know ما الكلمات الجديدة التي عرفتها من خلال اليونت الثالث Write six new words اكتب ست كلمات جديدة here هنا and remember them وحاول أن تذكرها هذا النشاط يصادفني بنهاية كل يونت يطلب من عندي أني أكتب الكلمات الجديدة تعلمتها من خلال هذا اليونت ما كنت أعرف معناها وعرفت معناها يقول لك اكتب ست كلمات هنا تعتمد كذلك على رأيه التلميذ مثلا التلميذ يقول لها تعلمت how often كم مرة أو كم بالعادة twice مرتان once مرة واحدة لأنه كلمات جديدة تعلمناها من خلال هذا اليونت shopping تسوق interesting ممتع ومثير للاهتمام والأخيرة volleyball اللي هي كرة الطائرة كذلك التلميذ مخير أنه يكتب الكلمات الجديدة تعلمها من خلال هذا اليونت ننتقل إلى تمرين F read and write the name of the sport اقرأ واكتب اسم الرياضة هنا أنا مثل اللغز أو الحزورة ينطيني وصف الرياضة ويطلب من أندي أني أكتب هاي الرياضة اللي دي يوصفها هاي التمرين تمرين مفردات جدا مهم بالامتحان التحريري يجيين على شكل اسقاطات أو على شكل اختيارات يجيب لي أحد ذن الجمل ويجيب لي وياها فراغ أحزر اسم الرياضة أما يجيب لي على شكل اختيارات أختار الرياضة المناسبة أو على شكل اسقاطات يجيب لي الرياضات فوق وأسقط الرياضة بالفراغ المناسب مثلا نمبر وان أولا فراغ يمكنك عمل هذه الرياضة في الحوض حوض المسبح أو على النهر يا رياضة من الذني الرياضات اللي ممكن أنا أعملها في البحر أو النهر أو في حوض السباحة أكيد رياضة السويمينج فأقول له سويمينج يجيب لي هاي الجملة ويخيرني بها رياضيا مثلا يقول لي سويمينج وفردس بول شنو الاختيار المناسب أقول له سويمينج أو يجيب لي الجملة ويخلي لي سويمينج فوق مع مجموعة من الكلمات الأخرى أسقط كلمة سويمينج بالفراغ المناسب نمبر 2 ثانيا فراغ this sport has 6 players هذه الرياضة فيها 6 لاعبين in a team في الفريق الواحد you play with a ball تلعب بكرة on a court في قاعة with a big net مع شبكة كبيرة in the middle في المنتصف you use your hands to hit the ball تستخدم يدك لركل أو ضرب الكرة يا رياضة من الرياضات مناسبة لهذا الوصف أكيد رياضة كرة الطائرة سميناها سميناها volleyball كرة الطائرة نمبر 3 ثالثا فراغ in this sport there is a court with a basket at each end هذه الرياضة تلعب في قاعة وهناك سلة في نهاية طرفي القاعة the two teams الفريقان try to throw the ball into the basket يحاولون رمي الكرة داخل هذه السلة يا رياضة من الرياضات مناسبة لهذا الوصف أكيد رياضة كرة السلة اللي هي basketball number 4 رابعا فراغ for this sport there are two teams في هذه الرياضة هناك خريقان each team has 11 players كل فريق ب 11 لاعب there are two goals هناك هدفين each team tries to kick the ball into the goal كل فريق يحاول ركل الكرة في هذا الهدف يا رياضة من الرياضات مناسبة لهذا الوصف نحن نعرف أن كرة القدم هي الرياضة اللي يكون فيها 11 لاعب في الفريق الواحد لذلك نقول فيتبول رياضة كرة القدم هذا ما يخصها التمرين تمرين مفردات جدا مهم بالامتحان التحريري يجينا بسؤال مفردات على شكل اسقاطات أو على شكل اختيارات هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بي قطعة أطور مهارة القراءة لدى التلاميذ من خلال المقطع الصوتي أنتبه على المقطع الصوتي وأتبع ويا قراءة هذا النص أو القصة وأحاول أقرأ مثل ما قرأ المقطع الصوتي وأنتبه على أخطاء اللي أوقع بيها خلال قراءة للنص عن ممود أطور من مهارة القراءة لدي بالأضافة إلى تمرين F وضحنا أن تمرين جدا مهم بالامتحان التحرير تحديدا بسؤال المفردات يجيب لي على شكل اسقاطات أو على شكل اختيارات بالإضافة لأن نذكرني باستخدام أفعال Do وPlay وGo مع الرياضات والنشاطات واستخدام Do والDos مع الجمل الاستفهامية ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفتار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون إياها على حسابات الموجودة أمانكم على الشاشة اشتركوا في القناة